السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم اليوم أكلتنا تراسية مشهورين فيها أهل الخليل وأهل غزة الإدرة الفلسطينية اليوم إن شاء الله حنعملها بالفخارة وبالفرن وبالبيت وعلى طريقة أهل غزة تابعوا الفيديو خطوة بخطوة ولو كنتوا بتشوفوا القناة لأول مرة وحبيتوا توصلكم فيديوهات تانية اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات وأهلا وسهلا فيكم أول إشي بنجهز الفخارة أو الإدرة اللي حنستعملها بنجيبها تكون مناسبة لحجم الفرن عنا بالبيت أنا جبتها تكفي لكيلو رز وبنحاول نختارها من النوع لسميك حتى ما تنكسر بسهولة وأول ما بنجيبها بننقعها بمية ليلة كاملة قبل ما نستعملها ولو حافظنا عليها بتضل عنا منيحة وبنستعملها أكتر من مرة خلينا نحكي عن مقادير رز الإدرة بنحتاج لكيلو أو أكتر شوية من اللحم فينا نستعمل لحم العجل أو الخروف أو حسب المتوفر عندكم لكن عادة الإدرة بتطلع طيبة ومميزة بلحم الخروف وبنحتاج كيلو من الرز الطويل وفيه بيعملوها بالرز المصري الأصير ونص كيلو بصل يعني تقريبا 6 حبات حجم متوسط أو 3 حجم كبير ورسين توم والبهارات وكوب حمص و3 كوب زيت نباتي ومعلقتين سمنة لدهن الإدرة وراح نحط شوية كمان مع الرز مطيبات اللحمة البصل والبهارات الصحيحة خليني أحكي بالتفصيل عن بعض المكونات بالنسبة للبهارات أنا متوفر عندي بهار خاص بالإدرة لكن لإنه مش متوفر في كتير بلاد فرح أستعمل بدل منه هاي البهارات واللي بتكون منها بهار الإدرة وهي عبارة عن معلقة كبيرة مسطحة مش مليانة فلفل أصمر معلقة كبيرة بهار بني معلقة كبيرة مليانة هيل حب ومعلقة كبيرة كركم ومعلقة صغيرة إرفة وملح تقريبا معلقة كبيرة أو حسب الاحتياج ولو عندكم بهار رز الإدرة الجاهز بتضيفوا منه ثلاث معلقة إكبار مع إضافة معلقة صغيرة من الكركم الحمص نقعته قبل بيوم وسلقته حتى استوى تلتين استوى ومنكهات اللحمة بصلة مقطعة والبهارات الصحيحة عيدان إرفة وهي الحب وكم مصمار رنفل وورق غار أول حاجة رح نسلق اللحمة ونشوف باقي الخطوات ونبدأ بسم الله بتنجرة بضيف قطع اللحمة بضيف عليها مية عادية مش تخنة لإنه اللحمة لسه باردة بضيف المية اللي تغمرها وزيادة شوية وبشغل عليها النار عالية وبنتظر لغاية ما تغلي المية هنلاحظ الزفرة طلعت على الوجه فبشيلها كلها بالمغرفة وبعد ما شلتها كلها والمية صفيت تماماً هنضيف عليها البصل والمنكهات كلهم حوطي النار وأخليها بين المتوسطة والهادية وبغطي التنجرة وبتركها لغاية ما تستوي قطع اللحمة تماماً وبالوقت اللي بتكون اللحمة على النار حنجهز الرز بتنجرة على النار حضيف الزيت النباتي وحضيف كمان معلقة من السمنة برز الإدرة بنضيف السمنة عشان تعطي نكهة طيبة للرز ولو عندكم سمنة بلدي كمان بتكون ما في أطيب منها وبس دابة السمنة وحمي الزيت بنضيف البصل زي ما أنتوا شايفين قطعتوا شرائح كبيرة نوعاً ما مع إضافة رشة ملح بقلب البصل بشكل منيح مع الزيت والسمنة حتى يتشوح ويبدأ يدبل بدون ما يتغير لونه وبعد هيك هضيف التوم الحب ما بقشره حتى تظل الحبة متماسكة وما تدوب وبحركهم مع بعض منيح بعد التوم هنضيف الحمص وبرجع بحركهم مع بعض وبعد دقتين تلاتة بعد ما تشوحت المكونات كلها مع بعض هنضيف الرز الرز هنا غسلته وصفيته بهاي المصفى وبضيف التوابل وحبدأ أقلب كل المكونات مع بعض أهل الخليل ما بيستعملوا كل هاي الابهارات والبصل والتوم والحمص فقط مكونات الإدرة عندهم رز ولحمة وكركم وفلفل أصمر وملح وبحطوا كمية سمن كبيرة وخاصة من السمن البلدي حتى بقولوا عن الإدرة الخليلية إبهارها سمنتها يعني على قد ما بيكتروا سمن بتطلع طيبة وكمان بيعملوها بإدرة نحاس لكن أهل غزة أضافوا إلها البصل والتوم والحمص وبهارات الزيادة وبيعملوها بإدرة فخار ومهما اختلفت الطرق المهم بالنهاية نوصل للطعم الطيب وبعد ما تشوح الرز مع البهارات والمكونات كلها بيكون جاهز نحطه بالإدرة الإدرة ضروري إن ادهنها من جوه بمعلقة كبيرة سمنة ومن كل الجوانب حتى ما يلزق فيها الرز وكمان لإنه الفخار مساماته واسعة ممكن يتشرب من السوائل اللي بالطبخة بالأول حضيف تقريبا مغرفتين من الرز وبحركه حتى يتوزع بقاع الإدرة وهي اللحمة اللي سلقناها تقريبا استوت بشكل كامل صفيتها من المرأة اللي حنستخدمها بطبخ الرز بضيفها للإدرة وبوزعها منيح لو ما عندكم إدرة فخار ممكن تعملوها بتنجرة عادية لكن ما يكونوا إيديها من البلاستيك بعدين رح أضيف الكمية الباقية من الرز طبعا هنا الرز مش مستوي مجرد شوحناه مع كل المكونات وآخر خطوة حنعملها بنضيف المرأة أنا هنا حطيت على حسب كمية الرز لكل كوب رز طويل بنحتاج 2 كوب من المرأة أو المية لكن لو كان الرز مصري بعد التخمير بنحتاج لكل كوب رز كوب وربع من المرأة أو المية أنا هنا أضافت عليها مية عشان أكمل على عيار الرز وزبطت كمان الملح عليها واللي ما بيضيفه بعيار الكوب بتخلوا المرأة أعلى من الرز بشوية وهيك بالمغرفة بحرك حتى تنزل المرأة لتحت وتتوزع بين الرز بنغطي الإدرة بغطايتها ولو مش متوفر عنا غطاية إلها بنحط لها ورق سلوفان وبنغطيها بشكل جيد وبإحكام وبعد ما أحمي الفرن بندخلها والنار بتكون من تحتها فقط أول 20 دقيقة بنخليها على نار متوسطة بعدين بوطي النار على الهادية وبتركها ما بين ساعة أو أكتر شوية يعني بتاخد الوقت المجمل ما بين ساعة وتلت لساعة ونص وبعد ما طلعتها من الفرن ما شاء الله الريحة مشهية فيكم هنا تضيفوا على الوجه شوية سمنة وترجعوا تغطوها 5 دقايق لكن أنا اكتفت بالسمن اللي حطيته مع الرز وبنحتاج مساعدة من أهل البيت حدا يمسك الإدرة وحدا يشيل منها الرز واللحم ما شاء الله شايفين الرز مفلفل وكل حبة بحبتها ولونه رائع والطعم أروع مع ريحة الفخار والنار وفيكم ازينوها باللوز لمحمص وشوية بقدونس مفروم جربوها بالمقادير اللي ذكرتها بالفيديو مضبوطة تماما وإن شاء الله حتعجبكم وفيها العافية وصحتين وهنا